أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نهر النيل شريان وجود مصر الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إذا أسد النهضة الإثيوبي وخلال كلمته أمام اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة أضاف الرئيس السيسي أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصلي في أسرع وقت الممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسودانية فمصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظل شعبها تحت حد الفقر المائي ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ هو مفسر القلق العارم الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي ونعلكم تعلمون جميعا ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان برأة تعنط معلوم ورفض غير مبرر للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحيها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرد الأمر الواقع مما باته ينزل بتهديد واسع لعمل واستقرار للمنطقة بأكملها ترجمة نانسي قنقر